الحسة اللي فاتت أخذنا الحالات بتاعة التشابه والمضلعات وتكلمنا على إيه الأشكال اللي ينفع أقول عليها أن الأشكال دي متشابهة وإيه الأشكال اللي مينفعش أقول عليها متشابهة اتفقنا أن إحنا لو عندي تشابه هو هيديني يا إما أسماء الشكلين المتشابهين وأنا أطلع منهم الزوايا والأضلع يا إما أنا اللي هجيب اسم الشكلين من خلال الزوايا والأضلع المتشابهة اتكلمنا على كل التفاصيل دي الحسة اللي فاتت النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الدرس التاني وهو حالات تشابه المسلس يعني يقصد بيها ان احنا هندرس المسلس فقط الحسة اللي فاتت درسنا كل المضلعات وبما فيهم المسلس النهاردة هنتخصص في المسلسات فقط فبالتالي هنلاقي المسلسات على شكل وتطور اكبر شوي اول حالة معي في حالات تشابه المسلسات بيقول لي اذا تطابقت زاويتان في مسلس نظيراتهما في مسلس اخر كان المسلسان المتشابهين يعني ايه الكلام ده يعني لو انت عندك مسلسين زي ما احنا شايفين جدا مسلس جيم الف با وعين سين صاد عندك زاوية الالف متساوية مع زاوية السين زاوية الباق متساوية مع زاوية الصاد هقول له اذا المسلسين متطابقون ايه ده من غير الزاوية التالتة او من غير ما يديني الزاوية التالتة من غير الاضلاع المتناظرة متناظبة من غير الاضلاع المتناظرة متكون متناظبة ده بالعكس انا اللي هستنتج ان طالما المسلسين متشابهين يعني احنا خلاص اتفقنا ان هم متشابهين زي ما كتابنا هنا كده فهنرجع نستنتج احنا ان الاضلاع المتنظرة متنسبة يعني هم خلاص متشابهين بسبب الزويتين طب ايه النتيجة اللي هتظهر معي؟ هيظهر معك ان الاضلاع هتكون متنسبة يعني هنشتغل زي ما كنا شغالين الحصة اللي فاتت ناخد الضلع ألف بها على الضلع سين صاد يطلع متساوي مع الضلع باق جيم على صاد عين يطلع متساوي مع الآلف جيم على سين عين يعني هي دي نتيجة من ضمن النتائج اللي احنا حصلنا عليها نتيجة الزويتين طب احنا يمسا عايزين نفهم هو ازاي يعني الزويتين ونقدر نقول عليهم متشابهين لو انا قلتلك ان زاوية ألف دي بسبعين وقلتلك ان السين زيها بسبعين وسين وباء بستين وساد بستين محتاجين نجيب الجيم الجيم هجيبها ازاي؟ هقوله بما ان مجموعة قياسات زوايا المسلس 180 درجة اذا قياس زاوية الجيم هتساوي 180 نقص السبعين زائد الستين سبعين وستين مية وتلاتين مية وتلاتين لما اطرح منها مية وتلاتين هتطلع الجيم بخمسين وبالتالي العين هي كمان هتطلع بخمسين لما جيبها بنفس الطريقة في المسلس سعين سين صعد طيب بالتالي هنا ان المسلسين كده اصبحت ثلاث زوايا قد بعم يعني هو لما يقولك زاويتين متشابهين مع زاويتين هو ما يقصدش يقول اتنين بس هو يقصد يقولك ان الزوايا متشابهة مع بعضها بس ما قالهاش بشكل مباشر لان طبيعي طالما في زاويتين متساويين مع زاويتين يبقى الثالثة هتساوي الثالثة فبما ان هنا الزوايا تكون متطبقة فبالتالي الشكل بيكون متشابه المسلس الف باقي جيم متشابه مع هسين صادعين ومن ذلك بينتج الاضلاع المتنظرة بتكون متنسبة تمام يا شباب تمام طيب النقطة اللي بعد كده بيقول لي خلي بالك ان انت عندك كم ملحوظة الملحوظة الاولى يعني اذا شابه المسلسين القائمة الزاوية اذا يساوك يا الزاوية حد فيها دم يعني انت لو عندك مسلسين قائمين تمام وعندك زاوية واحدة بس من الزاوية الحد مثلا قلت دي بتلاتين وقلت دي بتلاتين اقدر اقول على المسلسين دول انهم متشابهين تقول لي يا ميز دا هو مديني زاوية واحدة بس الزاوية الحد دي فقط اقول لك هما زاويتين بس التانية دي هو ما بيقولهاش لان هي بتبقى مرسومة قدام يعنينا واحنا عارفين اللي هي علامة القائمة يبقى لو انت عندك مسلسين قائمين يكتفي بوجود زاوية واحدة من الزاوية الحد عشان تقدر تقول ان المسلسين اللي قدامك دول مسلسين متشابهين طيب النقطة التانية النقطة التانية لو انت عندك المسلسين متساوي الصاقين عندك مسلسين متساوية الصاقين اذا ساوي قياس زاوية في احدهما قياس الزاوية المنظرة لها اي زاوية فيهم طلعت متساوية مع الزاوية اللي نظرها في المسلس الاخر بيكون المسلسين متشابهين يعني لو انا قلت دي بخمسين ودي بخمسين هنا المسلسين دول متشابهين طب هو ليه مثل المسلسين متشابهين وأولا متساوي السوقين وطالما متساوي السوقين زي ما هيكون عندي زاوية في الجزئية دي أو زاوية القعدة بخمسين فزاوية القعدة التانية بخمسين وزاوية القعدة دي طبعا الزاويتين طالما متساوي السوقين زاوية القعدة متساويتان في القياس فدي خمسين ودي خمسين وطبعا دي خمسين ودي كمان خمسين خمسين وخمسين مية يبقى الزاوية دي تطلع بتمانين ودي بتمانين ومن هنا هلا أن برضو الثلاث زوايا طلعوا أدوعة فبالتالي أقدر أقول على المسلسين إنهم متشابهين يبقى الحد الآن لو مسلسات عادية لازم زاويتين تمام لو مسلسات قائمة لازم زاوية واحدة تمام لو مسلس متساوي الصوقين برضو زاوية واحدة كفاية يبقى أنا عندي مسلسات عادية معفهاش أي معلومة يكتفي بوجود زاويتين متساوياتين مع زاويتين يبقى المسلسين متشابهين لو عندك المسلس بتاعك قائمة زاوية يكتفي بوجود زاوية واحدة عشان يكون المسلسين متشابهين طبعا زاوية واحدة غير القائمة لو المسلس متساوي الصوقين برضو تكتفي بوجود زاوية واحدة طيب المسلس المتساوي الأضلع هم أصلا دايما متشابهين المسلسات متساوية الأضلع حتى لو ما جاب لكش ولا زاوية فيهم لأن طبيعي أصلا إحنا عارفين إن المسلسات متساوية الأضلع بتكون الزاوية بتاعتها كلها تسوي ستين درج. اي مسلس متسول اضلع بتكون الزاوية بتاعته مجموعة زاوية مئة وتمانين وكل زاوية فيهم بستين درج. تمام يا شباب? حد عنده اي مشكلة احنا قلناها دي? لا يا مش تمام. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا معنا مثال. المثال ده بيقول لي ايه? بيقول لي الف باق جيم الف ها وباق جيم وطران في دائرة متقاطعتان في دال حيث دال منتصف باق جيم اسدت ان المثلسين متشابهين. طبعا المثلس ده مع المثلس ده. طيب واحدة واحدة كده. هو انا عندي زاوية متساوية? يعني هو في اللي قاله ده قال لي زاوية متساوية? لا. طب هل هو قال لي زاويتين مثلا? لا. طب هل قال لي انه مسلس قائم? لا. المثلس متساوية? لا يعني ما فيش اي معلومة قدامي ما فيش اي رقم يدلي ان انا المثلس بتاعي في زاوية متساوية. هبدأ افكر كده واحدة واحدة ونرجع لدروس ثالثة أداد اللي احنا خدناها مع بعض يا شباب ولو افتكرنا شايفين دي كده كنا بنسميها زاوية إيه طالما رأسها على الدائرة فكنا بنسميها زاوية محيطية فهقوله كده بما أن زاوية ه محيطية قصها مين القص بتاعها ألف باء طيب هبدأ أشوف كده زاوية جيم زاوية إيه اللي هقوله زاوية جيم محيطية برضو طب القص بتاعها مين برضو ألف باء فبما أن زاوية جيم وزاوية ه زاويتان محيطيتان مشتركان في القص ألف جيم إذن قياس زاوية الها بتساوي قياس زاوية الجيم ودي تعتبر أول حاجة در تطلعها من الزاوية أنا مطلوب مني طالما عايز أسبب التشابه في المثلثات يا إما يكون عندي زاويتين قد بعض يا إما يكون المثلث قائم يا إما متساوي الصاقين يا إما أي حالة من اللي احنا اتفقنا عليه طيب دي أول حاجة معي عايزة جيب زاوية كمان يعني على الأقل جيب زاوية واحدة كمان هقوله إيه هقوله طيب هبص نفس الطريقة كده زاوية الباء دي زاوية إيه هي كمان زاوية محيطية طب وزاوية الألف برضو زاوية محيطية ومشتركان في القص جيمها فأقوله كده قياس زاوية الألف بيساوي قياس زاوية الباء لأنهم محيطيتان ومشتركان في القص جيمها يبقى دي النتيجة رقم اتنين دي تاني حاجة أنا حصلت عليها وكده أصبح عندي في المسلس بتاعي إن فيه زاويتين متساويتين زاوية الباء متساوية مع زاوية الألف تمام وزاوية الها متساوية مع الجيم فهقوله كده بيبقى بما أن قياس زاوية ألف تساوي باء وقياس زاوية ه تساوي قياس زاوية جيم إذن مسلس ألف دال جيم يشابه مسلس دال باء دال ه طيب دي أول حاجة قدرت أن أنا أوصل لها النقطة الثانية اللي محتاجها في السؤال ده بيقولي هنا إثبت إن الباء دال تربيع بتساوي ألف دال في دال ه طبعا مش تسيبك من نقطة إن هي باء دال تربيع وهو جاب التربيع منين والكلام ده كله خلينا إحنا اتفقنا لما يجيلي تشابه باشتغل بحاجة تشابه ومحتاج مني حاجة تخص الأضلع هشتغل بالنتيجة اللي إحنا اتفقنا عليها وهي إن أنا باخد أول حرفين على الحرفين اللي بعدهم اللي هي الأضلع المتنظرة بيكون متنسبة فهقوله كده إن الألف دال على باء دال تساوي الحرفين اللي بعدهم دال جيم على دال ه تساوي الألف جيم على باء ه بس طبعا ألف جيم ما جاب ليش سريتها هنا في المسألة والباء ه برضو نفس الكلام ما جاب ليش سريتها فأنا هحتاج أول نسجتين بس طيب وبعدين هرجع أقوله كده طرفين في وسطين يبقى الألف دال في دال ه تمام قدرت توصل لأول حاجة اللي هي ألف دال في دال ه تساوي مين تساوي الباء دال في دال جيم طيب لو خدت بالك بقى هو في السؤال كان قيل لك إن الباء دال دي متساوية مع الدال جيم حاجة هو أيل لك عليها في المسألة طيب بما إنه هما اللي اتنين متساوية يعني أنا أقدر أشيل كلمة دال جيم خالص وحط مكانها إيه وحط مكانها باق دال يبقى كده أصبح عندك باق دال في باق دال بباق دال تربية يبقى الباق دال تربية بتساوي الألف دال في الدال هاي فهمتوا كده يا شباب قدرنا نوصل لها إزاي نعم يا جنات ممكن دال يا جني تميم إحنا هنا أولا جبنا الأضلع فهم الأضلع دي جبناها منين آه تميم عملنا طرفين في وسطين طب هو أنا إم تعمل طرفين في وسطين لا هي مالهاش قاعدة محددة بنامل طرف أنا عملت طرفين في وسطين عشان لقيته أي اللي ألف دال في دال هاي تحت هاي طيب أنا لو ضربتهم طرفين في وسطين دول كده دي الألف دال أصدها دال هاي تمام قدرت إن أنا وصلها النقطة التانية بقى بقى دال وفي دال جيم وهو طرفين في وسطين لازم زي ما ضربت الطرف الأول في الأخير أضربت الوسطين في وبعد فأقول له بق دال في الدال جيم هو أي حطة علامة كده بتقول لي إن البق دال متساوية مع الدال جيم بما إنه هو عايز بق دال فأنا هشيل دال جيم خالص وحط له بق دال فتبقى بق دال وبق دال بق دال في بق دال ببق دال تربية كأني بقول لك سين في سين سين في سين بسين تربية الفكرة بس إنه هم هنا عشان حارفين هو ده اللي ممكن يحسسك بلغبطة شوي بس طالما هي بق دال دي كتعة مستقيمة هو اسمه يبقى بق دال في بق دال ببق دال تربية تمام تمام ده كده بالنسبة للحالة الأولى معنا من حالات تشابق المزال الحالة التانية أو إحنا بنسميها النتيجة النتيجة بيقول لي إيه ما إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المسلس ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمين الحاملين لهما فإن المسلس الناتق يشبه المسلس الأصلي يعني إيه الكلام ده يعني زي ما انت شايف في الحالة الأولى كده هنا ده كان عندك مسلس عادي المسلس ده اسمه ألف با جيم جيت هنا عملت خط الباق جيم وبيقطع قد العين الآخرين أو خبط هنا في الألف باق وخبط هنا في الألف جيم قطعهم فإنه اللي حصل بقى المسلس الناتق لما عملت الخط ده نتج عندي مسلس جديد اللي هو المسلس ده يا شبه المسلس الناتق ده ماله قال لي يشابه المسلس الأصلي شبه المسلس الأساسي اللي كان موجود معنا اللي هو آلف باق جيم ده تمام دي أول حالة طيب الحالة التانية أو نكمل باقي الفكرة اللي ممكن تجي لنا الفكرة التانية بيقول لي إيه لو أنت عندك مسلس هنا كده آه ده كده يا شباب مسلس ألف باق جيم هو مسلس ودول امتداد للضلعين الآخرين يعني الألف وودي مثلا ويه ألف باق امتداد للضلع ألف باق وألف جيم طيب مسلس خلاص لما اتفقين عليهم هو ده اللي مدهولي في المسألة بيجي يقول لي لو أنت عملت خط المستقيم على الامتداد بتاعهم على المستقيم الحاملين للضلعين يعني ده ضلع والألف باق ده ضلع والألف دال ده حامل لي مكمل معاه والألف جيم برضه هو الضلع والألف ها مكمل معاه أو امتداد الضلع بتاعه فقال لي هينتج عندك مسلس المسلسين دول هما كمان هيكونوا متشابه بيقول لي هنا كده يبقى النتج عندنا هنا مسلس المسلس ده اللي هو باللون الأصفر ده شباب متشابه مع المسلس الأساسي اللي كان موجود معنا اللي احنا كنا عاملين أصلا باللون الأزرق تمام الشكل الثالث اللي ممكن نوصله هو إن إنت لو عندك شكل مسلس بالشكل ده كده هنا كده تمام واللي امتداد كان من فوق يعني بصوا كده امتداد الضلع ده هنرسمه من فوق وامتداد الضلع ده هنرسمه من فوق وجيت عملتلك أنا الخط المستقيم بتاعي الموازي لأحد الدلعين ده موازي للدلع التالت اللي موجود هنا برضو المسلس اللي نتج عندي هنا شبه المسلس الأصلي اللي كان موجود معي هي دي الفكرة التانية معنا إن أنا لو فيه خط مستقيم بيوازي بيوازي ضلع من أضلاع المسلس تمام وبيقطع الدلعين الآخرين بيقطع الدلعين بقى نفسهم بيقطع امتدادهم يعني مش شرط يقطع الدلعين نفسهم بالزبط ممكن يقطع امتدادهم قال لي في كل الأحوال إن هو هيطلع لمسلس المسلس اللي هينطج معي ده هيكون مشابه للمسلس اللي موجود عندي بالفعل تمام تعالوا نشوف هنا معنا سؤال بيقول لي بيقول لي إن الدال ها بتوازي بقى جيم بص يا شباب الشكل قدامنا هو والكلام اللي موجود ده تمام يعني زي الفل بس احنا عايزين أول ما ينلاقي الشكل اللي قدام هو بيقول لي ايه اثبت إن ألف دالها يشابه زاوية مسلس ألف بقى جيم المفروض إن قياس زاوية الألف هتكون بتساوي قياس زاوية الألف زي ما احنا اتكلمنا هنا دول ثلاث حروف ودول ثلاث حروف فهقوله كده قياس زاوية الألف بتساوي قياس زاوية الألف هي أصلا زاوية ألف دي مشتركة ما بينهم هما الاتنين يعني هي حاجة واحدة أساسا ما فيش حاجة اسمها زاوية ألف تساوي زاوية ألف هي زاوية ألف مشترك طيب النقطة التانية بقى المفروض إن قياس زاوية الدال تطلع بتساوي قياس زاوية مين الباق طيب ينفع روحك تبع كده وخلاص لأ أنا لازم أكتب إيه السبب اللي بيخليهم متشابهين ما هو أنا لو ما كتبتش السبب كإني ما عملتش حاجة إحنا بس الفكرة إنه هو هنا بيقول إثبت شكلين المسلس طيب ما هو مديني الأسماع بتاعتي فهو كده مريحني جايبلي حاجة هتفل في المسألة طيب عايز أثبت إن زاوية الدال بتساوي زاوية الباق دي أثبتها إزاي هقوله بما أن دال ها يوازي باق جيم ههم الدول المتوازين وألف باق قاطع لهما يعني عملي حرف إف بس مقلوب هقوله إذن قياس زاوية باق بتساوي قياس زاوية ألف دال ها بالتناظر يبقى أنا هنا قدرت تثبت إن الدال دي متساوية مع الباق بالتناظر وبالمثل هنعمل نفس الكلام بالضبط بس في زاوية الجيم وزاوية اله برضو هقوله بما أن دال ها يوازي باق جيم وألف جيم قاطع لهما إذن قياس زاوية الجيم بتساوي قياس زاوية اله بالتناظر يبقى إذن المثلثين متشابهين إذن المثلث ألف باق يشابه مسلث ألف باق جيم طيب رجع طلب مني قيمة صين مبدئيا كده حد مش فاهم إحنا إزاي أثبتنا إن المثلثين بالمتشابهين تاني قلنا هنا عشان نقدر نزفة إن المثلثين بتوعي متشابهين قلنا بما إن الدال ها متوازي مع الباق جيم تمام ويألف باق قاطع لهما فأصبح عندي حرف F كده بس مقلوب أخذ ناف تانية إعداد بيقول يبقى زاوية الزاوية اللي موجودة هنا متساوية مع الزاوية اللي موجودة هنا بالتناظر يبقى قياس زاوية الباق بتساوي قياس زاوية ألف دال ها بالتناظر نفس الكلام رجعنا عملنا النحية التانية مع الجيم والها كده قلنا الزاوية اللي موجودة هنا متساوية مع الزاوية اللي موجودة هنا برضو بالتناظر فبما إن الدال ها بتساوي الباق بتوازي الباق جيم إذن بقياس زاوية جيم بتساوي قياس زاوية ألف هاء دال بالتناصب برضو يبقى كده أصبع عندي زاويتين قد زاويتين وزاوية ألف أصلا مشتركة يعني زاوية ألف دي هي تبع مسلس ألف دال هاء وزاوية ألف هي برضو تبع مسلس ألف بقى جيم فزاوية ألف مشتركة يبقى إذن المسلسين بتوعي متشابهة تمام تمام النقطة اللي بعد كده هو عايز مني قيمة سي أصلا أنا بما أني جبت المسلسين بتوعي والتشابه اللي ما بينهم هروح أخد منهم الأضلاء هقوله كده أن الدلع ألف دال على الدلع ألف بقى بيساوي الدلع دال هاء على الدلع بقى جيم بيساوي الدلع ألف هاء على الدلع ألف جيم وبعد كده هشيل كل حاجة وحط القيمة بتاعتها الألف دال بكام قالي الألف دال بـ 23 دي 33 ألف دال بـ 33 على الألف بقى بصوا بقى الألف بقى كلها يا شباب يعني مش 22 بس الألف بقى كلها كانت معي هنا المفروض تبقى بـ 55 اللي هي 22 و 33 يبقى بـ 55 بتساوي الدلها الدلها كانت قيمتها 22 سين نقص 3 على الباق جيم الباق جيم بتلاتة سين زائد واحد هنا دي بقى هبدأ أحلها كمعادلة عشان أقدر أوصل للإجابة بتاعي طيب مبدئين كده 33 على 55 الرقم ده ينفع سيمه على 11 الرقمين يقبلوا الاسم على 11 تمام فهتبقى فيها الثلاثة على الخمسة بتساوي 2 سين نقص 3 على ثلاثة سين زائد واحد هضرب طرفين في وسطين بالشكل ده الثلاثة دي لما أضربها في ثلاثة سين ثلاثة في ثلاثة سين هتطلع بتسعة سين ثلاثة هضربها كمان في موجة بواحد ثلاثة في واحد بتساوي الخمسة هضربها في اتنين سين خمسة في اتنين سين بعشرة سين خمسة في سالب 3 في السالب 15 هجمع الحدود المتشابهة مع بعض يعني هودالعشر هناك وتطلع الثلاثة برة تبقى تسعة سين نقص عشر سين تسوي سالب 15 وقفة مكانها التنموجة بتلاثة تبقى سالب 3 تسع سين نقص عشر سين بتسوي سالب واحد سين تسوي سالب 15 وسالب 3 تسوي سالب 18 هقسم على السالف في الطرفين تطلع قيمة السين بـ 18 هو كان محتاج مني قيمة السين تمام يا شباب من أول النقطة دي كده هنا 33 الجزئية دي كلها وده كله كده احنا هنا دخلنا لجزء بتاع قولة اعدادي اللي هو حل المعادلات طرفين فوسطين تجمع حدود متشابهة مع بعض ايجاد قيمة السين كل ده قولة اعدادي يعني احنا الفكرة كلها بس من الاخرنا اخر اولى سنوي كان لحد الجزئية دي ان انا عودت عن الاضلاع المتناسب تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده بتكلمني على ايه الجزئية اللي بعد كده بيقول لي اذا يرسم من رأس قائمة في مسلس قائم الزاوية واحدة واحدة كده عشان دي فيها لغبطة شوية لو انت عندك مسلس قائم الزاوية دي هناك مسلس بتاعك اهو ده مسلس قائم الزاوية شباب اسمه الف با جيم دي الزاوية القائمة فبيقول لي ايه بقى الزاوية القائمة دي لو انت جيت عملت منها خط مستقيم عمودي على الوطر هناك ده عمودي سميته مثلا الف دال ايه اللي حصل اللي حصل اللي انت ظهر عندك مسلسين جداد فين هما المسلسين دول ايه دي المسلس الاول ده كده مسلس اسمه الف باق دال وده كمان مسلس اسمه الف دال جيم ظهر عندك كان مسلس مسلسين وما تنساش ان انت اصلاً كان عندك مسلس من الاساس اللي هو الف باق جيم قالك بقى العمود اللي انت رسمته ده أنتج عندك مسلسين المسلسين دول متشابهين يعني المسلس ألف با ديل يشابه المسلس ألف دا ألف جيم ديل يشابه مين بقى؟ قال يشابه المسلس الأصلي اللي هو مين المسلس الأصلي؟ اللي هو ألف با جيم يعني عندك هنا ثلاث مسلسات متشابهين المسلسين اللي نتجوا عندي جديد والمسلس اللي كان موجود معي بالفعل بس خلي بالك أن التشابه هنا لازم نركز وإحنا بنكتبه كويس جدا ليه؟ يعني أنت عندك زاوية الألف المثلث الكبير هي القائمة يعني هنا بصو ألف قائمة تمام يعني دي التسعين ضرب أنا هنا بقى كتبت ألف وهنا كتبت ألف هل ألف هنا قائمة برضو وألف هنا قائمة؟ لا لأن أنا بتكلم على ألف اللي هي الجزئية دي بس والألف اللي هي الجزئية دي بس فكلها مش قائمة فبالتالي اللي أنا كتبه ده غلط هما المثلثات متشابين تمام بس ترتيب الرؤوس اللي أنا كتبه غلط فالمفروض لما أبدأ بقائمة كله يبقى قائمة أبدأ بزاوية يبقى اللي وراها كلهم يكونوا قد بعض يعني الحرف التاني في الزاوية يكونوا كلهم متساويين يعني أنا مثلا تعالوا خلينا نكتب مسلث ألف بق جيم اللي هو الأساسي معينا عايز أقول يو شابه لو أنا هشتغل على الجزئية دي بس يا شابه المثلث اللي هنا ده بس هو الألف القائمة مين قائم زيها في المثلث ألف بق ديل اللي قائم زيها هي زاوية الديل يبقى اللي قائم زي الألف زاوية الديل طيب وزاوية الباق أصلا زاوية الباق هي هي زاوية الباق في المثلث الصغير يبقى ديل باق ألف يبقى هنا إيه اللي حصل اللي حصل أن زاوية الألف القائمة كتبتوا قصادها دالي القائمة باق مشتركة في الاتنين الجيم الجيم إحنا أصلا مش عارفين بكام ما هو الألف برضو الصغيرة اللي هتبقى في الجزئية احنا برضو لسه مش عارفين بكام بس هما كده هيبقوا متشابهين طيب عايزين نكتب المثلث التاني اللي هو ألف دال جيم هقولو كده يشبه بما أنه نبادئ بالقائمة فمحتاج القائمة في المثلث ألف دال جيم المثلث اللي موجود معي هنا طبعا هنا الدال برضو هي القائمة في الجزئية دي فهنا هبدأ بالدال طيب بعد كده عايزة اكتب التشابه التشابه هنا هيكون ما بين مين الدال بما أنه انا كتبت دال عايزة اقول عايز اكتب الزاوية يتقر اكتب الالف الاول ولا اكتب الجيم الاول اللي بما ان المثلث بتاعنا احنا كتبنا الف با جيم يشابه الف تال هاي فالجيم هنا الجيم كانت اخر واحدة فالجيم هنا تبقى اخر واحدة يبقى الالف تكون في النص الجيم هنا هي هي الجيم اللي موجودة هنا فالجيم تبقى في الاخر زي ما كانت موجودة هنا في الاخر يبقى الالف تتحط في النص تمام يا شباب طبعا من كل اللي احنا كتبناه دا لما يجيلي جزئين مع بعض يعني مثلا هاخد المسلسين دول هقدر اقول ان الالف باقي على دا الباقي بتساوي باقي جيم على باقي الف بتساوي الف جيم على دا الالف وهكذا مش هيجيلي التلاتة مع بعض بس احنا كتبناهم عشان نكون فاهمين لو انا عايزة شابه ثلاث مسلسات مع بعض اقدر اشابههم ازاي فاي جزئين او اي مسلسين هيجيلي هطلع منهم التناسب ما بين الاضلع دا بالنسبة لنقطة بتاعة المسلسات القائمة طيب عندي الحالة التانية الحالة التانية بتاعتي بيقول لي ايه بيقول لي اذا تناسب اطوال الاضلع المتنظرة في المسلسين فانهم متشابهين فاكرين احنا في اول الحصة اول الحصة لما بدأنا ندرس درسنا ايه ان الزواية لو انت عندك زواية متطبقة فالمسلسين متشابهين ما جبناش صرت الاضلع هنا بقى بقول لك العكس بقول لك لو انت لقيت الاضلع بس المتنظرة متشابهة او الاضلع في تناسب ما بين اطوال الاضلع يبقى المسلسين متشابهين طب انا دي اعملها ازاي انت بتكتب التناسب بتاعك ما بين المسلسين وكأنهم متشابهين يعني كأن كان فيه تشابه وبتكتب التناسب وبتروح تجيب لي قيمة كل دلع يعني مثلا انت هنا لما كتب ألف باق على دل وليكن طلعت معا ثلاثة على خمسة يروح يجيب الباق جيم على هاق واو وليكن طلعت ثلاثة على خمسة يروح يجيب الجيم ألف على واو دل طلعت معا ثلاثة على خمسة يبقى كده المسلسين بتوعي مش متشابهين يبقى انا لازم الاول اتعامل معاهم على انهم متشابهين عشان اقدر اطلع التناسب اللي موجود معايا ده وبعد ما طلعوه هاشتغل عليه كاين نشغال على تناسب بالفعل لو طلعوا قد بعض في الاخر بقوله اذا انهم متشابهين لو ما طلعوش قد بعض بقوله اذا انهم مش متشابهين تمام طيب عايزين نحل شوية التمارين يا شباب التمارين هتثبت المعلومات ده شوية سبنا من الحالة التالتة دلوقتي تمام الحالة التالتة دي خلينا ناخدها بكرة السور الحصة الجاية يوم الحد ان شاء الله السؤال الاول معايا بيقولي اذا كان دال ها يوازي باقي جيم الف دال باثنين وها جيم بتلاتة دال ها بستة فان باقي جيم تسوي ايه لازم احدد كده انا محتاج اكتب اسماء المضلعات او المسلسات المتشابهة فهنا انا عندي زوية الالف متشابهة مع زوية الالف لانه طبعا مشترك طيب الدال دي شبه مين الدال انتفقنا ان الدال هتكون شبه الباق بالتناظر يبقى الف دال و الف ب يبقى هنا بما اني كتبت الف دال يبقى كتب الف دال ها وهنا الف ب dah توبقى الف باقي دول كده المسلسين المتشابهين طيب النقطة التانية انا محتاجة طلع الاضلاع فهقول له كده ان الف دال على ألف بق بتساوي دال ه على البق جيم بتساوي الألف ه على ألف جيم طيب الألف دال بكام الألف دال مش موجودة والألف بق مش موجودة فالنسبة الأولى دي ولا هي موجودة ولا هو طالبها مني فخلاص وكأنها أصلا ما كتبناهاش خالص نروح بقى على النسبة التانية الدال ه بكام الدال ه بستة على البق جيم طبعا اللي هي مطلوبة مني اهي بتساوي الالف ه اللي هي باثنين على الالف جيم كلها اللي هي تكون بخمسة فاقول له كده يبقى اثنين على خمسة نبدأ نعمل طرفين في وسطين باقي الجيم هتساوي خمسة في ستة على اثنين خمسة في ستة بتلاتين تلاتين على اثنين فيها الخمستاشر فيطلع طول الباقي جيم بخمستاشر سنتين تمام يا شباب حد مش فايم جات منين طيب النقطة اللي بعد كده السؤال رقم اثنين تفضلي يا بسم الله بسم الله نعم تفضلي السؤال رقم اثنين اول حاجة لازم نكتب التشابه ما بين المسلسات وليلي اسماء المسلسات المتشابهة عشان نقدر نحدد احنا نشتغل ازاي تمام المسلسات ابدأ بالزاوية يعرف تمام لانها مشتركة بالزبط وزايا دالت ونظر زايا با تمام احنا نكتب دال وبا واخر حاجة ها وجيم تمام طيب ندول كده التشاوى بتاعي طيب عايزين بعد كده نجيب الاضلاق بناخد اول حرفين مع بعض الالف دال دي على نظرها هناك او على اللي شبهها هناك اللي هو الالف با تمام هتكون متساوية مع حرفين التانين الالف ها على البا جيم تمام هتكون متساوية مع اول حرف واخر حرف اللي هو الالف ها على الالف جيم نرجع بعد كده نعوض الالف دال مش موجودة والالف با مش موجودة ولا هو طالبهم اصلا فخلاص مش هنتعامل مع هنتعامل مع النقطة دي اللي هي دال ها على با جيم دال ها بكام 12 على با جيم البا جيم 15 15 15 تساوي الالف ها بكام سين سين الالف جيم بكام الالف جيم كلها بسمها بايه قلتي بايه بسمها تسع سين لا مش تسع سين بسين واضيف عليها التسع هم عبارة عن جزئين مجموعين على بعض فبقول له كده يبقى سين وهضيف عليها التسع طيب وبعدين هرجع اقول له اولا 12 على 15 دي ينفع تتبسط على 3 12 على 3 فيها الاربعة 15 على 3 فيها الخمس يبقى 4 على 5 بتساوي سين على سين زي 9 وهنا نبدأ نضرب طرفين فوسطين هقول له كده 4 في سين باربعة سين 4 في 9 ب 36 ساوي 5 في سين ب5 سين هجمع الحدود المتشابهة مع بعض هوادي الاربعة زين هناك تبقى 36 بتساوي 5 سين ناقص 4 سين 5 سين ناقص 4 سين يساوي سين تطلع ان السين الواحدة بتساوي 36 تمام طيب في حاجة شباب ممكن نعملها من بداية المسألة احنا الخطوات دي هنشتغلها هي ما عندناش فيها مشكلة بس الجزئية بتاعة المسلسين المتشابهين هي دي الاصح والادق بس احنا في حاجة ممكن نوصل لها من غير ما نكتب التشابه ما بين المسلسات نفسهم لما يديك مسلسين ويكون عندك المسلسين بتوعق فيهم دلعين متوازين تقدر تقول لي كده الجزء اللي فوق اللي هو الالف دال الف باء تساوي هنا برضو الجزء بتاع المسلس الاول اللي هو الالف ه على الالف جيم كله الالف ه على الالف جيم تساوي خد الضلع التالت بتاع المسلس اللي انت بدق بي يعني انت بدق المسلس الف دال ه عشان انت هنا قلت الف دال وهنا الف ه فيبقى دال ه على الضلع التالت اللي موجود معي اللي هو باء جيم هتلاقي هي هي نفس اللي احنا كتبناه هنا من غير ما نكتب التشابه في السؤال اللي بعد كده رقم تلاتة يلا يا جنات اذا كان دال ها يوجد داء جيم سأقول نفسنا كيف هقول الف دال على الف داء تمام والف ها على ها جيم على الف جيم على الف جيم كلها تمام الالف دال بستة على سين لأ ما انت لسه في دلع ناقص هو المسلس ثلاث اضل عشر الالف ها الالف ها اه على باق جيم تمام طيب نعوض الالف دال ستة على الالف باق سين لا الالف باق مش بسين الالف باق دي كلها اه ستة زائد سين ستة زائد سين تمام او هنخليها سين زائد ستة آآ الالف ها هتبقى بستة برضو لا الالف ها مش موجودة والالف جيم مش موجودة هتعامل معهم كأنهم مش موجودين وهنقل على طول على النسبة اللي بعدهم هي دي اللي اكيد هتفيدني في حل المسألة سين الواحد على اثنون سين باقصة اربعة تمام سين مقصة واحد على اثنين سين مقصة زائد اربعة طيب الخطوة اللي بعد كده طرفين فوسطين تمام ستة في اثنين سين هتبقى اثنون سين 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 تمام تساوي هنقدل بقى قصين هيتضربوا في بعض فنركز وحنا بنضربهم سين سين جاء بثنون سين سين في سين وسالب واحد في موجة بواحد لا لا دي ستة دي موجة بستة بس الاول هي سين في سين بسين تربية سين في موجة بستة بموجة بستة سين تمام نرجع بقى سالب واحد ده نضربه سالب واحد في سين بسالب واحد سين سالب واحد في موجة بستة بسالب ستة تمام طيب نكمل ستة سين دي هتدينا خمسة سين نجمع الحدود المتشابهة مع بعض فاقول له هنا هطلع الاثنشر سين دي عند الخمسة سين فتبقى 24 هدخل الستة دي عند الاربعة وعشرين يبقى 24 زايد ستة هتساوي السين تربية زايد خمسة سين نقص اتنشر سين خمسة سين وسالب اتنشر سين يساوي كام خمسة سين نقص اتنشر سين سالب سبعة سين هقول له كده يبقى السين تربية نقص سبعة سين تمام هتساوي 24 وستة يبقى تساوي تلاتين يبقى أقول له كده سين تربية نقص سبعة سين بتساوي تلاتين ممكن أدخل التلاتين جوه عشان هبدأ أحللها يبقى السالب تلاتين تساوي السفر بعد كده هرجع أقول له أنا عايز رقمين أضربهم في بعض يديني تلاتين ولما ترحهم يديني سبعة كم في كم رقمين لما يردهم في بعض يديني تلاتين أيون ولما ترحهم بسبعة تلاتة في عشرة فأقول له يبقى أنا هحلل المسألة بتاعتي كوسين هم سين والسين تلاتة وعشرة الإشارة الأخيرة سالبة الكبير بياخد إشارة اللي في النص يعني العشرة تاخد السالب والتلاتة تاخد الموجة كل دايسة وصفر يبقى هنا السين هتطلع بسالب تلاتة والسين هتطلع بعشرة هو عايز مني قيمة سين قيمة سين بعشرة طب وليما كتبناش سالب تلاتة لأن السين دي بتعبر عندي عن طول ماينفعش أكون بأيس حاجة وإسها بالسالب فبقول له أن دي مرفوضة عشان دي سالبة تمام تمام يبقى هنا الإجابة بتاعتي تطلع عشرة اللي هي رقم حالف طيب السؤال اللي بعده رقم أربع يا محمد تماماً 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 دا الألف دي متوازية مع الباق جيم وده قاطع عليهم يبقى كده فين الزوائية المتساوية زاوية مين بتساوي زاوية مين هو مش شخص دا الميم ها بتساوي ها دي ميم ألف ألف دا الألف باق بتساوي ألف باق جيم تمام يعني زاوية الألف في المسلس الصغير بتساوي زاوية الباق في المسلس الكبير صحي كده؟ دو المتساويين بتتبادو شاطر وبعدين ها ممكن جيب الألف دي لب في زاوية نجيب الألف دي لب في زاوية لا أنت المسلس عندك مش قائم عشان تجيب ألف دي لب في زاوية اه لازم بقى طب احنا عندنا دال ها ألف برضو بتساوي ها ألف جيم لحظة بس انت عندك دول كده كمان متوازيين وعندك دا القطع بتاعهم فالمفروض ان زاوية الدال شايف الدال دي مع الألف كلها يبقى مجموحهم 180 يعني مثلا لو انا جيت قلتلك ان الدال دي بمية مثلا فتطلع الألف بتمانين ميش رسمنا بقى من النقطة دي احنا خلاص تهمنا ان الألف والدال يكون مجموحهم 180 طب شايف ان احنا كنا قالين ان الدال الألف ده متوازي مع الباقي جيم فده كمان حرف يو فطالما دي بتمانين يعني المفروض الزاويتين اللي بالأزرق دول يطلع مجموحهم هما كمان 180 طالما فيهم واحدة بتمانين يبقى دي بمية يعني انا كده عايز اوصل لإيه عايز اوصل اقولك ان زاوية الجيم دي قد زاوية الدال تمام تمام يبقى انا هنا كتبت الف المسلس الصغير يبقى هاكتب دال وهنا هاكتب جيم وطبعا الحرف اللي نقص هو اللي هنروح نكتبه آخر حاجة يبقى احنا كتبنا الف دال يبقى ها وهنا باقي جيم الف بول كده المسلسين بتوعي المتشابهين طيب النقطة اللي بعد كده محتاجين نطلع الأضلاع فهو بيقول لك هنا الف جيم طبعا احنا هنبدأ نكتب الأضلاع دي جدا اللي هو الف دال على ايه بقى الف دال على باقي جيم باقي جيم تمام تساوي الحرف التاني اللي هو ايه اللي هو مفروض دال على جيء دالهق دالهق صحة كده على مين على الجيم على جيم الف تساوي آخر دالة اللي هو ألف ها على باقي ألف تمام نبدأ نقول الألف دال بكام مش موجودة الباقي جيم بكام مش موجودة فالنسبة كلها مش موجودة نشتغل على اللي بعدها الدالهق بكام دالهق 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 بستة ستة على الجيم ألف جيم ألف أصلا اللي احنا عايزنا تمام بيساوي الألف هاق بكام ألف هاق بخمسة خمسة والهاق بقى برضو بخمسة لا خلي بالك أنا ما بقولش هاق ب أنا بقول بقى ألف بقى ألف بعشرة عشرة صحي كده يبقى مش عايزين نتلغبط في النقطة دي يا شباب تمام نضع فيها اللي اتنوش تمام كده تمام تمام السؤال اللي بعده يا عمر 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 طيب بسملة تفضلي بسم الله رقم خمسة تفضلي بسم الله رقم خمسة الكتع لام ميم كوازي الكتع عين صند والام ميم على عين صند تساوي أربع على سبع فإذن الصاد ميم على ميم سين تساوي نقل سين لام على على سين عين تساوي السين ميم سين صند ميش بتساوي لام ميم على عين صند تمام بصي بقى هو في نسبة أربع على سبع بتساوي أربع على سبع برافو عليك كل النسب دي المفروض أي نسبة فيهم تطلع بأربع على سبع تمام طيب هو هنا آيل بقى صد ميم على ميم سين بصي كده ساوي أربع على سبع تعالي ناخد جزئية منهم هنا ده معناها مثلا مثلا لو أنا هشتغل على الجزئية دي هقول له نفترض إن السين ميم دي هتساوي أربعة تمام ونفترض إن السين صاد كلها هتساوي سبعة تمام فده معناها إيه معناها إن الميم صاد بتلاتة تمام هت مش باهم تمام السؤال اللي بعضه يا جنات إذا كان على جزئية بتاعة وبقدر سوا أربعة وبقدر جزئية بتاعة فإن محيط ألف دل هاق يساوي ألف دل هاق تمام أول حاجة هقول ألف دل على ألف دا هتولي أول حاجة إيه ألف دل على ألف دا تمام ألف دل على ألف با محظة ألف دل على ألف با وألف هاق على ألف جيب ألف هاق على ألف جيب ودل هاق على باق جيب دل هاق على باق جيب تمام ألف دل على ألف با هتبقى أربعة زي السود ألف ديل هتبقى لا أولي تاني كده ألف ديل على ألف ألف ديل هت ينسوا نقوده هتعملها بسين تمام ماشي وألف ديل هتبقى سين زي أربعة سين زي أربعة عرب عليك تمام سين على سين زي أربعة وألف ه على ألف جيم أنا جايني أن أقول لها تسعة تمام يعني الألف جيم دي نحطها تسعة تمام الألف ه احنا مش عارفينها تمام ممكن نسيبها ألف ه زي ما هي وممكن لو أنا مثلا قلتها صاد مثلا أقوله تسعة نقص صاد تسعة مش المينها صاد دي دينا أو لو قلت أن الجيم ها هي اللي بصاد يبقى تسعة نقص صاد يساوي الألف ها بس خليها ألف ها زي ما هي إنما مساويه دي لأ فيها حاجات فيها كلام تاني ما شاينفع تكون مساويه طيب هو عايز مني إيه عايز مني محيط مسلس ألف دال ها اللي هو المسلس ده طيب يعني مطلوب مني طول الألف دال مطلوب مني طول الألف ها مطلوب مني طول الدال ها عشان أقدر أجيب المحيط أو على الأقل أثبت إن محيط المسلس الصغير ده بيساوي نص محيط المسلس الكبير فأقدر أجيب محيطه من خلال المسلس الكبير طيب واحدة واحدة كده نرجع مع بعض إحنا عندنا هنا عندنا توازي الدال ها ده متوازي مع الباق جيم تمام وعندنا ده قاطع ليه فده معناه إيه معناه إن زاوية الباق اللي موجودة هنا دي متساوية مع زاوية الها اللي موجودة هنا زاوية اله دي كده عندي اصبح في زاويتين متساويين بس مش في المثلث الكبير والصغير لا ده في المثلث دال باق ه وهاء باق جيم طيب دول اصبح عندي المثلثين متساويين اه او زاويتين متساوياتين طيب النقطة التانية النقطة التانية اللي هو حتطلك هنا زاوية بص كده قالك ان الزاويتين دول اصلا كانوا متساويين مع بعض اللي هي زاوية دال باق هاء متساوية مع زاوية ها با جيم طيب يا ترى موضوع الزاويتين دول ما لهم هقوله الزاوية الاولى دي هنا دي كده العزائز ان نجلب لها التبادل لا سانية وفيدة المفروض ان زاوية البا اللي هي دي احنا اتفقنا ان دي متوازية متساوية مع دي بالتبادل تمام طيب تعالي نكتب اسم المسلسين المتشابهين اسماء المسلسات المتشابهة وهتطلع معي الاجابة تعالي قوليلي اسماء المسلسات المتشابهة كده هي با دي لا خلينا في المسلسين الكبار مش احنا عندنا هنا المسلسين احنا قلنا ان زاوية بصي كده مش احنا متفقين ان زاوية الالف زاوية مشتركة فيهم هما الاتنين تمام فاقول له هنا الف وهنا الف النقطة التانية الدال دي قال للدال هتكون متساوية مع الباق طيب يبقى قول هنا دال وهنا باق خلي بالك بقى ان الباق دي الباق دي ضعف الها اللي موجودة هنا الصغيرة دي بس خلينا نوصل لها بعدين عندي هنا الها اللي موجودة هنا دي ها هتكون متساوية مع الجيم دول كده يكون المسلسين بتوعي المتشابهين ومنهم هنطلع الحروف اللي احنا قلنا عليها اللي هي الف دال على الف باق ودال ها ودال ها على باق جيم والف ها على الف جيم طيب الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة التشابه المبين الزواية الزواية اللي هو ايه اللي عليها هارجع اقول له كده بما ان انت قلت ان زاوية الباق دي بتساوي زاوية الها اللي موجودة هنا تمام وزاوية الباق دي كمان عشان زاوية الباق دي متساوية مع الها بقى قياس زاوية الباق دي بتساوي نص قياس زاوية الها تمام الباق دي بتساوي نص الها اللي موجودة هنا تمام فيبقى الباق بتساوي الدال والدال قياس دال نص باق زي ما الهاء لا قياس هاء هي للنص باق مش دالك قياس زاوية الهاء اللي موجودة هنا دي يا شباب هي اللي بتسوي نص قياس زاوية الباق تمام تمام الخطوة اللي بعد كده بما ان احنا اتفعنا ان زاوية الهاء زاوية الهاء اللي موجودة هنا بتسوي نص قياس زاوية الباق يبقى دي معناها ان زاوية الهاء نص الباق ونص الدال كمان فيبقى زاوية الدال وزاوية الهاء يكونوا متساويين يعني هي نص الدال هي الباق قد الدال طيب الباق نص الهاء يبقى الدال كمان نص الهاء يبقى زاوية الدال كمان هي كمان نص الهاء فاهمين كده النقطة دي ولا تايها منكم تمام تمام طيب يبقى زاوية الهاء بتساوي نص الدال بتساوي نص الهاء والباق بتساوي نص الدال فده معناها ايه ده معناها ان احنا كنا بنقول هنا إذا ندال في منتصف الألف باء والهاء في منتصف الألف جيم فدي بربعة يبقى دي كمان زيها بربعة طيب يبقى التسعة دي君 يقسمها على الاتنين تسعة على الاتنين تساوي أربعة ونص تبقى دي بربعة ونص ودي كمان أربعة ونص طيب والدال هاء كنا بنقول إن الدال هاء بتساوي بتوازي الباء جيم وتساوي نصه فيبقى تدال الهاء بتساوي نص الستة بتلاتة بس هو هنا وفي الاختيارات مش مديني ان هي ب 11 ونص ما فيهاش تكسر اصلا فلاح زي المسألة دي كده فيها حاجة مش تمام زي يا شاب زي الباق ونصبها تساوي هاء الباق تساوي هاء لا الباق تساوي نص هاء انما الباق تساوي الدالي اللي فوق دي يعني هنا مثلا باق متوزعة على المخلصين على هاء باق دال وعلى هاء باق دي لا قولي تاني كده باق دل رأسي نختار ان هي بأي عدد 6 مثلا هل تتجين توزعها على المخلصين ده هتراك الثلاثة هاء باق دال لا ما خلي بالك موضوع الاطوال غير موضوع الزواية موضوع الاطوال معي غير موضوع الزواية ما ينفعش في الاطوال اقول زي انت ما بتقولي كده تمام تمام طيب نرجع نكتب بس مرة كمان كده نحن قلنا ان الف دال هاء يشابه الف باق جيم والالف دال على الالف باق بتساوي الدال هاء على الباق جيم بتساوي الالف هاء على الالف جيم الالف دال قمتها بسين زي ما قولنا يبقى الالف باق بسين زائد اربعة والدال هاء مش عارفينها الباق جيم بستة الالف هاء مش عارفينها الالف جيم الالف جيم كلها بتسعة طيب الخطوة اللي بعد كده هرجع قلو الدال هاء بكام الدال هاء معايا بما ان انا عندي ده تبادل بصو كده يا شباب دول كده دلعين متبادلين تمام الزاوية اللي هنا بصوا او لحظة مش احنا اتفق جبنا زاوية الهاء اللي موجودة هنا قد زاوية الباق دي يا شباب يبقى شايفين المثلث اللي اسمه دال باق هاء عنده زاوية الباق متساوية مع زاوية الهاء يبقى المثلث ده متساوية السوقين يبقى الدال باق باربعة يبقى الدال هاء هي كمان باربعة يعني انا اقدر اشيل دال هاء دي وحط مكانها اربعة يبقى الاربعة دي جبناها عن طريق انه عندي زاوية الباق متساوية مع زاوية الهاء نرجع بعد كده بقى نضرب طرفين فقصتين ونجيب المطلوب مني اضرب هنا يعني هنا دي اصبحت النسبة بتاعتي اربعة على ستة اللي أصلا ممكن نختصرها على الاتنين على الاتنين فيها الاتنين على الاتنين فيها التلاتة يعني أنا بشتغل مع اتنين على تلاتة الخطوة اللي بعد كده همعمل طرفين فوسطين سين في تلاتة بتلاتة سين تساوي اتنين في سين باتنين سين اتنين في اربعة بتمانية هوادي الاتنين سين دي هناك هتبقى تلاتة سين نقص اتنين سين بتساوي تمانية تطلع السين بتمانية السين دي اللي هيكت ألف دال يا شباب ألف دال بتمانية يبقى دي كده بتمانية طيب النقطة اللي بعديها احنا جبنا الدال هاق باربعة محتاجين نجيب الألف هاق هروح اقول له كده برضو طرفين في وسطين هنا في الجزئية دي يبقى الألف هاق هتساوي اتنين في تسعة على التلاتة اتنين في تسعة بتمانتشر على التلاتة فيها الستة تطلع الألف هاق بستة هروح اجمع الأرقام اللي عندي عشان اقدر اوصل للمحيط المحيط من مسلس مجموعة أطوال أضلع يبقى تمانية زائد أربعة زائد ستة هتطلع معنا بتمانتشر يبقى محيط المسلس ألف دال هاق بتسوي تمانتشر سنتيمتر تمام يا شباب وصلت نعم أخر حتة اللي هي ايه دي لوال حد ألف هاق دي بسهنها لحد بعدها ايه محيط المسلس مجموعة أطوال أضلعه تمانية زائد ستة زائد أربعة مش هو عايز محيط المسلس اللي احنا عملناه باللون الأخضر ده نجمع ستة زائد تمانية زائد أربعة بتمانتشر تمام 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 تحس تجاي إن شاء الله هنكمل حل تمرين على الدرس ده تمام يلا عايزي نحيا يوم الحد الساعة واحدة تمانية حucedاته نسوما شكرا